يا فضلك الشير اهلا وسهلا حج رفعت منورة القناة الاولى حضرتك منورة بحضرتك الله بارسيك ربنا يزيدك يا رب كمان وكمان ان شاء الله الله يعز حضرتك اتفضل حج رفع والله حتى كواء سؤال كده يعني كان حدثك يعني في الدين عندنا بقولك مش عارف في الحديث ولا في القرآن انت ومالك ملكة لأبيك طيب اقول حدثك يشمل حدثك للبن ولا الولد اقول لحضرتك اجاوب على حضرتك هذه الرواية انت ومالك لأبيك العلماء تكلموا على ان الزمة للولد زمة مستقلة واموال الولد اموال مستقلة واموال الاب اموال مستقلة ليس معنى هذا الحديث وهذا الحديث له سبب ان الاب كان فعل شيئا وعاد هذا بضرر على الولد فاراد الولد ان ياخذ من مال ابيه لانه تضرر فرسول الله سلمك انه يقول له يعني هذا ليس من حسن الادب مع والدك ولكن ليس معنى ذلك ان يملك مال الولد لأبيه ليس هذا معناه ليس معنى انت ومالك لأبيك ان مالك اصبح ملكي لأبيك لا مش حقيق ده لا للولد ولا للبنت لكن المقصود ايه المقصود ان الاولاد يكونوا بارين بابائهم وامهاتهم فالمقصود ان انت تكون عينك على ان انت تحافظ على والدك وترحمه وتكون سبب لحسن حياته ولا يتعرر لأذى ولكن انت تسعى دائما ان انت تساعده على ان حياته تكون في حالة سكينة وفي حالة هدوء وفي حالة راحة بدون ما يكون معنى ذلك ان ان والدك قد مالك مالك كله لا مش معنى كده ولكن كل ما تستطيع ان تفعله من عمل يؤدي الى راحة والديك فهذا مطلوب منك شرحا نعم يا سادة احنا بس عايزين نبين المسألة دي لان في كثير من الناس بيظنوا كثير من الاباء بيروحوا جايين واخدين اموال اولادهم ويتركوا اعمالهم ويعتبروا ان اذا كان ابنهم بيملك اي مال فخلاص المال ده وتماله فيعرض بيت الولد للأسف لكثير من المحن وكثير من التحديات ليس هذا هو معنى الحديث ولكن معنى الحديث ان انت عليك ان انت تحسن الى والدك ولا تتعامل مع والدك بهذه الشدة بانك تشتد عليه لانه كان سببا من اسباب انه قم بعمل ولا باجراء ليه في مصلحتك فانعكس عليك بشيء من هذا لا تؤذي ولدك ولا تسيء ليه لانه انت مأمور ان تحسن الى والدك نعم اشتركوا في القناة